دشنت هيئة الطرق ومواصلات الشارقة الهوية الجديدة للمواصلات العامة تطبيقاً لرؤية هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حضر التدشير كل من سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة وسيد عبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات وعدد من مديري وموظفي الهيئة وذلك في مبنى الهيئة الرئيسية بتكلفة بلغت سبعين مليون درهم دشنت مواصلات الشارقة هويتها الجديدة وأعلنت عن استبدال أسطولها الحالي بمائة وعشر حافلات مصنعة من أحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية تطبيقاً لسياستها الرامية إلى تشجيع النقل الجماعي العام واستمرار الارتقاء بالخدمات المقدمة للركب أثناء تنقلهم كما دشنت فئات جديدة لبطاقة ساير المسبقة الدفع التي يمكن الحصول عليها أو إعادة شحنها مباشرة من السائق طبعاً البطاقة الهوية التي هي الأولى التي هي باللون الأزرق وهذه عليها خصم 25% وتستخدم لطوال العام والبطاقة الرمادية هذه اشتراكات شهرية مخفضة يعني استخدام لثلاثين يوم بقيمة 225 درهم أما البطاقة البيضة فهذه بطاقة ساير طبعاً أسمها هذه لذوي الاحتياجات الخاصة والتي هي مجانية الحافلات الجديدة تتوفر بها جميع شروط الأمن والسلامة وأحدث الأنظمة الإلكترونية فهي مزودة بثلاث كاميرات مراقبة وتتميز بأجهزة تحصيل إلكترونية حديثة ومقاعد مخصصة لكبار السن والحوامل والسيدات ومساحات مخصصة مدروسة لخدمة ذوي الإعاقة عبر سلالم هيدروليكية طبعاً استثمرنا اليوم بحافلات جديدة عالية الجودة ويكون جودتها تضاحي الدول المتقدمة ومجهزة بأحدث الأنظمة الإلكترونية مثل أجهزة التحصيل الآلي وأجهزة التتبع عن بعد وكاميرات المراقبة كما تتطابق الحافلات الجديدة مع مواصفات يورو فايف الخاصة بالإنبعاثات الكربونية وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة يعد إطلاق الهوية الجديدة لهيئة طرق ومواصلات الشارقة أحد أهم الخطوات التي تحقق الوصول إلى خدمات ذكية شاملة وتصل بالمتعاملين إلى أعلى معدلات الرضا لإخبار الدار مجلس سويدي الشارقة